بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هنعمل مع بعض وجبت غداء ملوكي وفي نفس الوقت من غير أي مجهود وماشاء الله الطعم طحفه هنعمل رز معمر باللحمة طبعا بمناسبة اللي احنا في العيد والكل عنده لحمة اليومين دول شكلوا بقى ونوعوا وعملوا أكلات كده جميلة جدا باللحمة الموجودة عندكم تابعوا معي طريقتي في عمل الرز معمر باللحمة خليكم معي لآخر الفيديو وإن شاء الله بإذن الله هتستفيدوا منه كتير كتير ويلا بينا نشوف الطريقة إزاي نقول بسم الله الرحمن الرحيم وكالمعتاد نجيب الحلة بتاعتنا والسخانة حلو قوي على النار وطبعا بعد ما غسلنا اللحمة ونظفناها كويس قوي هنبتدي نشفها من المية ونديها صدمة كده في الحلة تمام كده أي لحمة بسلوها بعملها بالطريقة دي لازم أدي لها صدمة كده الأول على الناشف كده من غير أي مادة دهنية تمام كده بصوا بقى أنا سلقتي معاكم اللحمة قبل كده أنا مش هعيد نفس سلقها تاني أنا بس هوريكوا كده على السريع أنا بعمل فيها إيه اللحمة اللي هحطها في الرز المعمر طبعا هحتاج الشربة بتاعتها هسئبها الرز فأنا مش هحط عليها لا بصل ولا طماطم تمام أزياد من التشويحة لدها لها دي وشوية التوابل مش هحط نفس التوابل اللي حطناها قبل كده على اللحمة هنحطها النهاردة وهي الإرفة وورق اللورة اللهم صلتين محمد بشرة حيل وكده محترمة من جث الطيب ورنفل وبهارات السبع بهارات أو بهارات اللحمة والحبهن طبعا تمام أنا حطيت دلوقتي اللورة ما كنتش حطيته وبس كده مش هحط أكتر من كده طبعا زي ما قلت لكم مش هحط لبصل ولا طماطم تمام هقلب كده اللحمة مع شوية التوابل شوية حلوين كده وبعد كده أنزل بالمية المغلية تمام أي لحم عندك انزلي عليها بالمية المغلية ده يكون طبعا أفضل لها بحيث أنت لو نزلت بالمية السععة واللحمة عندك كانت سخنة هتبصت لها إيه انكمشت في بعضها كده وإيه والأنسجة بتاعتها إفلت تمام لما تنزلي أنت بالمية السخنة هتفتح معاك هتستيوي بسرعة عايزها تستيوي بسرعة كمان حط شوية سكر وما تحطش الملح دلوقتي أنا ما حطتش الملح دعالوا بقى نشوف الرز هنعمل في إيه هتجيبوا الصينية اللي هتعملوها أو البرام أي إن كان اللي هتعملوه تمام تجيبوا أقل من عباره كده رز تمام علشان طبعا لسه هنحطوا لحمة على الرز فهيزيت معا جبت كمية الرز وغسلتها كويس قوي حطيت عليها كبشة كده من السمنة يفضل طبعا يكون سمنة بلدي ما عندكش سمنة بلدي حط سمنة من العلب بس ما تقطريش تمام هنزل بالسمنة على الرز وابتدي اللي أنا أدعت فيها كده بإيدي بعد ما ضيحت كل كمية السمنة في الرز كله دعاكتوا كده بإيدي خليت كل حباية من حبات الرز إن هي تتغلب كده بالسمنة تمام حطيت جزء بقى من الرز في الصينية اللي هدخلها الفرد وحطيت عليها اللحمة تمام يبقى أنا مش هحط الرز كله أنا هحط شوية بس كده في قاع الصينية وبعد كده آآ هنزل باللحمة هرصها فيه أنا سبت شوية لفهم العظم بقى بره ناكلهم لوحدهم ما أرادتش هحط لفهم العظم في الآيه في الرز لغاية كده تمام نزلت أنا باللحمة وبعد كده نزلت عليها كده بمعلقتين من الزبدة الزبدة البلدي طبعا تمام ما تحطش انتي آآ يعني سمنة من هي بتاعة العلب كل الكمية كده سمنة من بتاعة العلب تمام انت لو تحطي بس ما عندكش زبدة بلدي خالص حط معلقتين اتنين بس سمنة من بتاعة العلب آآ لانها بتبقى سمينة اكتر من السمنة البلدي او الزبدة تمام ما تقطريش منها فانا حطيت آآ شوية كده من السمنة آآ سلمة العلب اللي انا ادعكت بهم الرز وبعد كده آآ حطيت بقى اللي هي الزبدة الزبدة الفلاحي وانا زلت بباقي كمية الرز وجبتي بقى الشربة اللي انا كنت سلق فيها اللحمة سقيت الرز بيها وكملت بلبن انا حطيت الشربة وحطيت كمان لبن عليها ولو احتاجت ازود بعد كده هزود مية تمام وكمان معلقة كده زبدة على الوش عندك بقى اشطة يبقى حلو قوي تحط كده معلقتين اشطة حلوين كده محترمين على الوش بديلها لون جميل كده وطعم حالو وحطيت كمان شوية ملح جميل جدا عن كده انا بحاول بقى ايه اول ما بتشرب ميته بجيب السكينة كده وارفع الروز شوية بحيس اللي انا عايزاية تشرب كده حلو وحبات الرز تبقى مش معجنة كده تبقى مستوية في نفس الوقت مشطرية انا الرفعة بتاعت الرز دي اللي برفعها بسكينة بشوف ازا كان فيه مراطق جوة لسه ما استواتش ولا لا لو كانت لسه ما استواتش ازود شوية مية لو كانت استوات السكينة هي طلعة نضيفها معي هي بس ايه التعريقة دي اكملني لسه عايز الرز الشرب شوية تمام اه لو طلح فيها كده حبات رز حصة يبقى هي لسه عايزة شوية مية ودخلها تاني خلاص بعد ما الرز استوى طلحته بسم الله ما شاء الله عايز اقول لكم اللي طعم الرز ده حكاية بجد مظلوم مظلوم كده في الكاميرا مش باين هتجربوه بجد هيعجبكو جدا 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 اكلة كده ملوكي بسم الله ما شاء الله اكلة بجد حلوة قوي مش هتحتاج معاها غير صرطة كده وبطاطس مثلا مقلية شوية مخلل كده هتبقى تمام تمام زي ما قلتلكم الرز ده كده واخد من طعم اللبن على طعم الشربة مع اللحمة كده ميكس جميل جدا طعم حكاية طعم الرز نفسه بجد بجد والله احسن من طعم اللحمة يعني الرز نفسه لو هتاكله كده من غير لحمة من غير اي حاجة بجد هتستمتعي به وباكله حلو اول عايز اقول لكم اللي مجربش الوصفة دي قبل كده بجد كان فيته كتير على فكرة الاكلة دي اكلة يعني واخدينها وارسينها عن امهاتنا واجدادنا وكده اكلة معروفة مصرية قصيلة بسم الله ما شاء الله الطعم والريح حكاية فعلشان كده انا بعملها معاكم النهاردة هي لو حاجة اي كلام انا ما كنتش عملتها معاكم وما كنتش شكرت فيها اول الدرجة دي جربوها على طريقتي وان شاء الله بازن الله هتدعو لي عايز اوريكم الرز بسم الله ما شاء الله مستوي وفي نفس الوقت كده مش معجن مسك في بعضه لأ ما شاء الله يعني ان هو ايه مفلفل كده واللحمة ما شاء الله حلو قوي والريحة بقى والنفس حاجة كده وهم اتمنى بقى لتعجبها الوصفة تدعمني باللايك واللي مشتركتش لسه معي في القناة تنزل تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلها مني كل جديد باذن الله بحبكم في الله واتمنى دايما تفضلوا جنبي وتدعموني بجد انا بفرح جدا بالكومنتات الحلوة بتاعتكم واتمنى يا رب ان انتو تفضلوا معي على طول واي حد ليه اي سؤال يكتب لي في الكومنتات وانا ان شاء الله باذن الله هرد عليه سواء كان السؤال بخصوص القناة او بخصوص الوصفة انا ان شاء الله باذن الله هرد عليكم بحبكم في الله وشكرا لوجودكم معايا وطبعا اي حد جديد على راسي من فوق وانا تحت امره اسبكوا بقى في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته